موسيقى سؤالي مرة ثانية كابتن عدنان قبل ما أرجع لأخر الأرقام مع الأستاذ مفيد فنيا هل أنتم مطارعين؟ طبعا مش مطارعين عن خطة المنتخب غدا لكن كيف تقرأ الأهم غدا فنيا حتى ينجح المنتخب في العبور بأقل ما يمكن من الخسائر خلينا نحكي في مباراة غدا فستاذ عمان خصوصا مع الغيابات اللي حكينا عنها ومع النقص في أعمل المنتخب يعني شوفوا مع الغيابات مباراة زي مباراة بكرة بدك تلعب يعني لازم مباراة يديرها بذكاء أنه يديرها الكابتن حسام ذكاء أنه ما تحاول تسرع اللعب مع فريق زي الأرقوية لازم قدمه أقدر أبطئ رتم المباراة اللي أقدر أكسب اللاعبين يكسبوا ثقة أكثر نحاول نوصل لمرمر الأرقوية ندافع ضروري ندافع محهم بذكاء اللي ما نرتكب أخطاء حوله منطقة الجزاء ما نتنازل عن المساحات أنه نرتد للخلف ونعطيهم مساحات يقدر يدخلوا علينا خصوصا أنه عندهم مهاجمين بامتازه وألعاب الهواء بامتازه على أرض يعني عندك سوريز وكباني من أفضل المهاجمين بالعالم عندهم لاعب وسط وردريجولز اللاعبين بامتازه بالسرعة لازم منطقة النص إغلاقها كامل بوجود لاعبين مميزين يعني عندنا شارق بوهشاشو عندنا بهاء عندنا علاء الشجران عندنا سعيد مرجان قادرين قادرين أنا مش عم بحكي يعني إنه مناش نوصل للشاب إنه إحنا مرحلة الإحباط لا إحنا قادرين قادرين بس أنا اللي عم بحكي بغض النظر عن النتيجة لازم نحترم اللاعبين اللي كانوا معنا كابتل عداني المنتخب الأرقوية كان ماخد يوم نقاهة وكان يعني مستريح وإحنا نزال في معسكر مغلق مش هيك؟ لا هم مش بالعكس أنا خليني أكون سادق مغلق سيد محمد هم مش بنقاهة هم حاسبينينا ألف حساب لأنه عارفين هم هاي المباراة يعني المبارتين اللي رح نلعبهم بعمان بالأرقوية بتوصل كأس العالم هم حاسبين هاي الحساب والدليل قبل فترة كان في اللقاء مع سوريز بيقول لك أنا كل تفكيري بالوقت الحالي بجوردن يعني بس هو عم بفكر بالأردن يعني إنه هم عندهم تفكير عالي بهاي المباراة بس إحنا قادرين كلاعبين قادرين ماشي إنه هم بيمتازوا عنا بعض الأمور الفنية هم بيمتازوا عنا بس قادرين نعمل إشي يا سيدي خلينا نأدي مباراة يحترمنا العالم عليها إنه إحنا رح نلعب مباراة كل العالم رح يتابع هاي المباراة خلي العالم يحترموا كرة القدم الأردنية بصراحة بقول لك اللي عمله المنتخب الوطني أكثر من اللي عمله كل سفراتنا بالخارج صار الأردن يعني صار معروف إنه في منتخب كرة قدم بالأردن إنه في منتخب كرة قدم قادر يكون وأنت رسالتك أنه غدا ما هو مطلوب من النشامة أن يقدموا مباراة يحترمها العالم يحترمها أداء العالم فقط لغير بغض النظر عن النتيجة بغض النظر عن النتيجة